أهلاً وسهلاً بيكم معنا مرة تانية والتاسعة وفقرات التاسعة وأخبار الحقيقة أظنها دايماً مهمة يمكن بتستمر الإدانات الدولية للي حصل إمبارح من حادث شديد الحقارة والحطة مما لا شك فيه في غرب سينة وتحديداً عند محطة الرفع في غرب سينة لكن المسألة متعلقة بالآتي متعلقة بأنه لا يجب أن يظن أي ظن أنه لما يعمل عملية عدت ومرت مرور الكرام ولازم يبقى هذا الظانس هو اسمه بقى داعش اسمه مش داعش زي ما يطلعين تعرف التنظيمات الفرعية اللي بتخرج دايماً من عباقة هذه الأفكار وهذه التنظيمات العاملة زي داعش أو القعدة أو غيرها على ما يبدو أنه فيه قدر ما من الغباء بخليه ما بيتعلمش الدرس بس في نفس الوقت أنا بقولك هي بالمصري كده هي طلوع الروح يعني عارف أنت المسلسل الشهير بطلوع الروح هو ده طلوع الروح أنه يلا بينا نعمل أي عملية نوعية نعيد بها إلى الأزهان فكرة أنه لازال هناك تنظيم الدولة إحنا لسه موجودين إحنا نقدر نقف في وجه النظام المصري لا تثق في أنه سيناء أصبحت خالية من الإرهاب لا تثق في أنه سيناء أو مصر بشكل عام هي بلد آمن لأجل السياحة لا تثق في أنه هناك تنمية في سيناء زي ما بيقولك مئات المليارات تقريباً 700 مليار بيتصرفوا أو تصرفوا وبيتصرفوا في سيناء لأجل التنمية مش هقولك لأعدة الإعمار لتنمية سيناء ووضعها على الخريطة الدولية للاستثمار وده شيء مهم لازم تبقى عارفه ولازم تبقى فاهم أنه ده واحدة من الركائز الأساسية اللي بتشتغل عليها مصر أنه سيناء تبقى منطقة جذب استثماري عالمي عشان بس تبقى فاهم المسألة مش بس تنمية في البنية الأساسية ولأجل أهلين في سيناء أنهم يعيشوا حياة كريمة لا سيناء هتبقى حاجة تانية يعني هتبقى حاجة تانية بالطول بالعرض رغم أنف الجميع هي هتبقى حاجة تانية تماماً وبالتالي اللي حصل مبارح عملياً هو طلوع روح الجماعات الإرهابية اللي معرفتش في النهاية خالص توصل للي هي عايزة يتم إحباط المحاولة ده من ناحية من ناحية تانية الإدانة الدولية الواسعة